السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني مشاهدي ومشتركي القناة الكرام اسعد الله وقاتلكم بكل خير في هذا الفيديو ساشرح لكم اهم شي يجب ان يكون متوفر في ورشة اصلاح وصيانة السيارات سواء ورشة يتم فيها التعامل مع كهرباء وبرمجة السيارات او في ورشة تهتم باصلاح الميكانيك بصورة عامة او ورشة يتم فيها كل شي سواء كهرباء وميكانيك خصوصا مراكز الصيانة اما في حال كونك مبتدع وتريد ان تعمل في محل صيانة بسيط فلابد ان تكون على معرفة باماكن تواجد الكنترولات ورفيوزات ووظائف الريليهات وكل ما ذكرته لكم يحتاج لدليل صيانة ويتمثل في برامج الصيانة التي تستخدم ايضا في الوكالات الرسمية للشركات المصنعة طيب ما هي اهم تلك البرامج او مرجئيات مخططات كهرباء السيارات وهل يمكنني ان احصل على برنامج يجمع كل سيارات العالم طبعا هذا هو تساؤل كثير من الاخوة خصوصا ما ينوي منهم البدء بمشروع بسيط يختص في صيانة السيارات كل هذه الاسئلة واسئلة اكثر وردتني في التعليقات سان شاء الله اجيب عليها في هذا الفيديو الجواب ببساطة لا يوجد برنامج شامل ولا يوجد ايضا جهاز فحص شامل للاعطال بل لابد من التعامل مع عدة شركات مصنعة للسيارات ولكي يسهل عليكم الامر اكثر دعوني اذكر لكم ما استخدمه انا في ورشتي المتواضعة لدي كمبيوترات محمولة عدد اثنين هذين كمبيوترين لبرامج الصيانة فقط اما بالنسبة اخوان للبرمجة فهذا هو موضوع اخر الاول عليه ثلاثة برامج هي اوتو داتا وعول داتا ومتشيل طبعا هذه البرامج اخوان حجمها كبير واستخدم هارد خارجي يعني حجمه واحد تيرا اما الكمبيوتر الثاني محمل عليهم برنامج الجي دي اس الخاص بوكالة كية وهي ونداي وكل هذه البرامج توفر مخططات ومواقع ادساء وكذلك حلول صيانة وتفسير اكواد ومواصفات السيارات لكن اخوان العيب الوحيد فيها انها فقط اوفلاين لحد سنة 2014 وكون هذه البرامج للسنوات السابقة فغالبا لا يمكن الاستفادة منها في موديلات متقدمة وحديثة اما النسخ التي تدعم حتى موديلات هذه السنة فكلها اصبحت اونلاين ولا توجد نسخ كاملة يمكن استخدامها اوفلاين يعني لا تجد اول داتا مثلا 2023 او 2022 اوفلاين تجده كله اونلاين والسبب وراء ذلك هو خسارة شركات تجميع المخططات بسبب سهولة نسخ تلك البرامج وعدم السيطرة على حقوق بيعها بالترخيص الخاص بالتالي انتشرت في اغلب دول العالم اما الان اصبحت باشتراك سنوي وبعضها لا يدعم الترخيص الدولي ويكون استخدامها محلي يعني بعض برامج الصيحة تجدها في الدول المصنعة فقط لكن يمكن شراء حزم عن طريق وكلاء وتوزيعها لمستخدمين حول العالم باسعار سنوية واشتراك ثرعي اما نسخ الوفلاين لا زالت مهمة خصوصا انها تتشابه فيها المخططات مع موديلات خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر مع اختلاف اماكن بعض الكنترولات واختلاف الوان الاسلاك لكن بالملخص هي تفيد صاحب الورشة في الاستدلال على كثير من القطع والاجهزة الكهربائية في السيارة دعوني اذكر لكم مميزات وعيوب برامج الصيانة الموجودة عندي ما الاخذ بنظر الاعتبار اختلاف تكامل جونة بالبرامج في نسخ اخرى يعني قد تجد انه نفس هذا النسخ فيها مميزات افضل من النسخ التي امتلكها انا مثلا النسخ الوفلاين مخططات بدائية لحت 2014 مأخوذة من جي دي اس ومن باقي وكالات السيارات يعني تقوم هذه الشركة بجمع المخططات من جي دي اس من شركة تويتا من الشركات الاخرى لكن بالنسبة للوفلاين التي عندي حاليا اخوان اشوفها يعني محدودة وصور غير مرتبطة يعني تفتح المخطط وتذهب لصفحة اخرى البحث عن موقع اي جزء يعني داخل المخطط لا يمكنك الذهاب مباشرة للجزء الذي تبحث عنه لتبحث عن الموقع لكن في حلول الصيانة مفصلة تجدها مفصلة فيه اما افضل برامج الصيانة التي تعاملت معها هو جي دي اس وفيه كل سيارات كيا وهيونداي تقريبا سواء التي صنعت في الشرق الاوسط او في امريكا برنامج غني عن التعريف يمكنك استخدام الفحص والبرمجة والمخططات والنشرات الفنية هنا قد يسأل احدكم ويقول ما هي النشرات الفنية اخوان هي صفحات تطلقها شركات التصنيع تذكر فيها الاستدعاءات والخلال المصنعي وطرق اصلاحه وكذلك التحديثات المتاحة هذا الكمبيوتر ايضا فيه برنامج المتشل لسنة 2014 طبعا اخوان ايضا هو برنامج غير تفاعلي لكنه مميز في المخططات توجد فيه سيارات اوروبية وامريكية فيه سيارات امريكية اوروبية وكورية ويابانية لكنها دمستيك او محلية يعني صنعت السيارات التي صنعت لامريكا وقد تجد بعض الاختلاف في اعداد الكنترولات والوان ومواقع الاسلاك مع السيارات التي صنعت في الشرق الاوسط هنا نسميها بالسيارات الخليجية والامريكية لذلك تجد المخططات تختلف يكون الاختلاف اخوان ليس كبير لكن في المواقع وكذلك اختلاف الالوان اما برنامج الاوتو داتا يختص تقريبا في السيارات الاوروبية ويعتبر تفاعلي ايضا مثل جي دي اس هنا قد يسأل احدكم ويقول ما هو التفاعلي ماذا تقصد به اخوان يعني يمكن من خلال المخططات كما هو الحال في جي دي اس ان تبحث عن سلك او فيشة من خلال الضغط عليه اي انه مربوط هايبر لينك يمكن من خلال الضغط عليه تذهب الى اللوكيشن مباشرة تذهب الى الفيشة مباشرة هنا يمكنك الاستدلال بسهولة ويصر عن الاجزاء واماكن تواجدها طيب انا اذا اردت ان اعمل في مجال صيانة السيارات هل يستوجب علي امتلاك تلك البرامج الجواب بصراحة هو لابد من وجودها في بداية الطريق بعدها ستجد انك لا تعتمد عليها كثيرا فانا احيانا لا افتح اللابتوب لشهر بالنسبة لبرامج الصيانة ربما على الرغم من وجود اعطال معقدة تأتين للورشة والسبب اخوان هو الممارسة والخبرة لكن تبقى لها دور كبير في كثير من الاعطال لان عقل الانسان لا يستوع بالكم الهائل من الوان الاسلاك ومواقع الكنترولات في عدد كبير من السيارات لشركات مختلفة اما الاونلاين ايضا تحتاجه لكن يمكن الاستغناء عنه اذا كانت ورشتك تتعامل مع سيارات محلية اما اذا توسع العمل واصبحت تتعامل مع موديلات حديثة تعقدت فيها انظمة التشغيل هنا لابد من الاونلاين اضافة لتوفر الانترنت التصنيع اتجهت لاطلاق التحديثات اونلاين اضافة للبرمجة والصيانة عن بعد طيب ماذا احتاج بشكل اساسي لاطور نفسي هنا الاساس هو اتقانك اللغة الانجليزية لان اغلب شركات السيارات تتعامل بها اضافة لبرامج الصيانة واجهزة تشخيص الاعطال وهذا لا يعني اتقانك لها بشكل كامل اما اذا كنت لا تعرف اي شيء فيكفي انك تتعلم المصطلحات الخاصة باعطال السيارات واختصارات الفيوزات والكنترولات هل ضروري ان اعرف الية العمل الميكانيكي في السيارة اذا كنت انا كهرباء السيارات الجواب نعم ضروري حتى تتمكن من التعامل مع الاعطال الكهربائية التي ترتبط بميكانيكي المحرك هل كهرباء السيارات يجب ان يعرف برمجة الكنترولات واصلح كمبيوتر السيارة وبرمجة المفاتيح هنا بعض الاخوة يمتحنوا البرمجة سوى تحديث او صيانة او صيانة كنترولات وقص واستنساخ المفاتيح بشكل مستقل يقوم بفتح له ورشة تجد فيها البرمجة تحديث قص استنساخ مفاتيح لكن يمكن ان يجبع الكهرباء بين كل تلك المهن ويطور عمل لكن هل هو ضروري وواجب الجواب طبعا لا يمكنك ان تعمل كهرباء فقط لان هناك كثير من جوانب العمل لا تحتاج لبرمجة هنا قد يسأل احدكم ما هي ادوات اصلاح كنترولات السيارة الجواب يحتاج لفيديو مستقل لانه عمل تخصصي ويحتاج اجهزة مختلفة ولا انصح به في بداية العمل لان مردوده المادي لا يتوافق مع اسعار الاجهزة والبرامج خصوصا اذا كان موقع العمل في مكان بعيد عن مراكز المدن يعني تفتح لك ورشة بعيدة وتختص في البرمجة وقص المفاتح وهكذا لا يوجد في البداية اخوان فيها مردود مادي لان اغلب الاعطال تتعلق باعطال كهربائية ربما تكون سطحية او ربما تكون اعطال متوسطة الاعطال الكهربائية اما اعطال البرمجة والكنترولات والمفاتح ربما تجد انها في البداية قليلة لكن يبقى المتميز والناجح في اي عمل معروف حتى وان يكون الموقع في مكان بعيد شرط اي يحصل على التوفيق من الله هل مهنة كهرباء السيارات مربحة او بتعبير ادق فيها مردود مادي جيد الجواب يعتمد عليك فطنتك ذكائك صدقك تعاملك الجيد اهم اسس النجاح طبعا اول هذه الاسس واهمها مخافة الله بعدها ستجد الامور تتحسن هل هذا العمل افضل من التوظيف الحكومي الجواب وجهة نظري انا كل عمل حر اذا كان ناجح هو افضل من الوظيفة ذات الدخل الثابت خصوصا في الدول التي يوجد فيها ضمان عمل هل يمكنني ان اعمل مباشرة بدون ان اعمل مع احدهم سابقا نعم جدا ممكن اذا كنت مواكب لتطور صناعة السيارات وتتابع اليوتيوب خصوصا المحتوى الغربي وتحب هذا المجال لكن الافضل ان تمارس وتطلع عن كثب عن اي شيء له علاقة بالتخصص الذي يتوت ان تعمل فيه حتى وان كانت لديك سيارة يعني او سيارة صديقك يمكن ان تقوم باصلاح بعض الاعطال البسيطة كم جهاز فحص سيارات احتاج للورشة بالبداية جهاز واحد يفي بالغرض شرط ان يكون من الفئة المتوسطة وقد شرحت ذلك بالتفصيل على القناة اما ادوات العمل فهي معروفة من مفاتيح ومفكات وهكذا ويمكن الاطلاع على القناة الثانية لمعرفة التفاصيل اكثر مساعدة الناس ومحاولة شرح الخلل لهم كفيلة بان يترددوا عليك ويساعدوك من ناحية الشهرة من خلال ابلاغ الاخرين عن دقة العمل والتعامل الجيد لا تحاول ان تتهرب من المسؤولية كل عمل فيه مسؤولية حتى ان كنت موظف حكومي فهناك مسؤولية ايضا في العمل الحر هناك واجبات ومسؤولية مثلا اصلحت سيارة واخذت الاجر وجاء صاحب السيارة وقال لك الخلل رجع لا تحاول صده اطلاقا حتى اذا كان الخلل يرتبط بمشكلة اخرى حاول ان تشرح له الوضع ستجده يتعاون معك اكس اذا قمت بالرد عليه بشكل يحس من خلال انك لعوب او مراوغ انصح التعبير عندها ستكبر المشكلة ودائما العقل الجمعي مع الزبون اذا كان صاحب الورشة مبتدئ او غير معروف حتى وانا اصبحت مشهور ومعروف لابد من معاملة الناس حسب عقولهم فمنهم من يقتنع باول كلمة ومنهم من يعكر صفو يومك لكن الكفيل بحل كل شيء هو طيبتك مع الناس واعلم ان الناس اذا لا تعلم في كهرباء السيارات فقد يكون من الصعب افهامهم عن الخلل الكهربائي لكن الطيبة هي مهمة في هذا المجال واضرب لك مثل عنده في الورشة فاحد الايام كنا نعمل صيانة لمكيف سيارة نوع جينيسيس مدير حديث بعد اكمال العمل الذي استبدلنا فيه مكثف التبريد او ما نسميه بالرادياتور التبريد نسي احد العمال احكام ربط انابيب مبرد الزيت الخاص بالقيم وانا طبعا من عادتي من عاداتي انه دائما بعد اقوم باكمال العمل يقوم العمال باكمال العمل اقوم بالتأكد من ربط واحكام كل شيء لكن سبحان الله في ذلك اليوم نسيت ان اتفقت الجينيسيس بعد انتهاء العمل اخذنا اجرة العمل واخذ الزبون سيارته وبعد ساعة اتصر بي وقال السيارة توقفت وانا على الطريق السريع ووجدت اثار زيت هذا السائق يقول طبعا قلت له اجرب السيارة للورشة بعدها انتهى الاتصال لم يأت الرجل وانا عندي عمل كثير نسيت الموضوع بعد يومين او ثلاثة واذا بالرجل مع سيارته في باب الورشة للعلم طبعا هو دائما يقوم باصلاح سياراته التي يشتريها عندنا في الورشة فاذا به يبتسم ويقول استبدرت جير السيارة والسبب لانكم نسيتم انابيب زيت مبرد القير طبعا معروف مئة بالمئة سيارة جديدة بسبب نسيانا لانابيب الزيت انتهى القير قلت له كل الاجور انا ادفعها وسعر القير الذي قمت باستبداله قال والله ما تدفعه ولا فلس لاني اعرفك انسان طيب ومن هذا الكلام الذي قاله القصد اذا زرعت الطيب لا تحصد الا الطيب والطيب يطول الكلام لكن العبرة مهمة لكل الاخوة اصحاب الورش والذين يرغبون بالعمل هذا على العموم قد تواجه صعوبات وضيق مالي في البداية لكن ستجد بعدها ان كل شي يحتاج الى صبر وبعدها تجد كل تلك الصعوبات انجلت وبمجرد السماء والنظر تتمكن من حل كثير من مشاكل السيارات ولا تنسى ان الله لا يضيع اجر المحسنين ارحب باسئلتكم واستفساراتكم في تعليقات الفيديو وسارد عليها ان شاء الله اولا باول اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا وعليكم ابواب رحمته وان يسدد خطانا في الدنيا ويرزقنا جنته في الآخرة لا تنسوني ووالدي من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا